اشتركوا في القناة بينما سيعطي 13% اصواتهم لحماس و10% لنبادرة الوطنية و8% فقط سيصوتون لقائمة الطريق الثالث بقيادة فيض التنبيه الواضح في هذا الاستطلاع للقياديين الفلسطينيين للمتفاوضين للحركتين الكبيرتين في المجتمع الفلسطيني بان هناك اتفاقات وهذا شيء ايجابي وهناك اهمية الالتزام بهذه الاتفاقات ولكن المحك الحقيقي هو تطبيق هذه الاتفاقات غير ان اهم ما في الاستطلاع انه بين تحولا عن حركتين فتح وحماس في الاوساط الشعبية وفقد الكثيرون الثقة بهما ففي حين يبدي حوالي 33% العزوف عن التصويت الى جانب ان 56% يتخوفون من سيطرة احدى الفصيلين على الحكومة المقبلة هذا سبب ان المواطن الفلسطيني شعر بان فتح وحماس في اداءهم كانوا غاية في السوق وبالتالي هو لم يعد يثق بالقوائم الحالية وهذه فرصة ذهبية لكتلة ثالثة او للمستقلين حتى الان بقدر اقول سلام فياض بشكل هذه الكتلة الثالثة اذا هو عمل حملته بشكل صحيح سوف يشكل توازن مع فتح ومع حماس سيكون لدينا ثلاث كتل كبرى في البرلمان ورغم ان الاستطلاع شمل عينة عشوائية مكونة من 1500 شخص من الضفة وغزة غير ان الشارع الفلسطيني ما زال ينظر للانتخابات كسبيل اساسي في التغيير بضع الجميع ان يشاركوا في الانتخابات الجاية لان هناك بعض الانتخابات وتكون انتخابات نزيهة ومحترمة انا بنصح كل الناس يشاركوا في انتخابات هذه شكلة مهمة لتقدم هذه البلد وان شاء الله تشيل بيقدم قد يكون اهم ما اظهره الاستطلاع ان الشعب الفلسطيني قد مل حالة الاستقطاب الثنائية بين حركتي فتح وحماس التي سيطرت في الفترة السابقة ومزالت نتائجها ظاهرة الى الان وهو يطمح الى بديل يحقق التغيير من رمال عيسر البرغوثي تلفزيون القدس